في الحقيقة الارتباط العاطفي ده بيكون زي ما كلنا عارفين علاقة متبادلة من التقارب ومن المواد ده بتساعد في الحفاظ على العلاقة دي مع مرور الوقت لكن الارتباط ده أحياناً يعني بيحيد عن مصاره بيصبح نوع من أنواع التعلق المرضي وده بيعتبر المتخصصين نوع من أنواع الاضطراب اللي بيعاني منه بعض الأفراد وللأسف بيكون ليه تأثير سلبي من الناحية النفسية أو السلوكية يعني نفسي يعرف قوي اللي بتعلقوا تعلق مرضي دول بيعملوا إيه يعني التعلق اللي بتعلقوا بالشخص ده وشخص ده بيقدم لهم إيه أصلاً يخليهم يوصلوا للمرحلة دي طيب لما بيحصل ده ممكن نعالجه إزاي يعني لو النهاردة في حد حاسس أنه متعلق بشخص بتعلق مش طبيعي يعني الموضوع بتده يبقى تعلق مرضي على فكرة ممكن يكون حاجة بعيدة عن اتنين بيحبوا بعض يعني ممكن يبقى ساعات كثيرة قوي بنته باباها بنته ممتها أو العكس بيبقوا متعلقين ببعض التعلق المرضي ده خلونا نعرف إزاي نعالجه وإزاي يبقى بنعيش الحياة كده في علاقات صحية معانا النهاردة بنورانا في استوديو دكتوراه هو ده سالم استشاري أسري أرشاد زواجي إزايك يا دكتور صباح الخير عليك صباح الخير خلينا الأول نعرف علاقة بين اتنين متجوزين أو بيحبوا بعض إنه إيه هو التعلق المرضي يعني إزاي اعرف ان انا متعلقة بشخص تعلق مرضي طيب هو في البداية كده جوه كل واحد فينا طفل متعلق بداية من يوم الولادة كده التعلق بالأم برحة الأم نفسها فببقى من هو بيبي كده يبص في المكان البيبي ده مش لاقي مامته يبتدي بقية يعلن غضبه وصورته مامته بتحضر يحضر الأمان إذن في افتقاد الأمان أنا بحس أني أنا مش طبيعي والموضوع بقى يأثر علي نفسيا في افتقاد الأمان إذن أنا متعلق لما كنت في لقاء ريب بتكلم عن التعلق بين الزوجين ما فيهاش أي مشكلة خالص بدليل أن احنا بنشوف أن في زوج بعد وفاة زوجته بأسبوع تلاقي فلان توفى يا جماعة ده لسه دفنين مراته أو تجوز هقولك على حاجة موضوع الإخلاص هو حاجة صعبة جدا على النفس البشرية تعني ستتتكلم عن حاجة معينة بس بيقعوا الرجالة في الغلط إزاي أنا مش عارف بس خليك شاهد إحنا بشيك بتسلسل معينة ده سبداقي ده لا الرجل باتبع عن يبراته تلعوا يتجوز خلاص هم بيتسيدوا لكل أخطاء فالفكرة أن دول اتنين متعلقين أقدر أقول هنا أن هذا التعلق صحي وطبيعي بحكم العشرة بحكم السنين بحكم الحب بحكم المعاملة الطيبة أن الرجل ده افتقد الأمان وحس أن الحياة وهنا بقى أنا بلخص التعلق في أن أنت بتحس استحالة العيش بدون هذا الشخص أول ما تلاقي نفسك أن حياتك وإنت على قيد الحياة مشلولة حرفياً بمعنى كلمة مشلولة أنا مش عارف أتحرك في دنيتي مش عارف أشوف شغلي مش عارف أشوف دراستي بدليل أنه بيبقى فيه طلبة مثلاً صابح عليهم إمتحان سواء جمعة أو سنوي ما برضو دي مشاعر وتلاقي الدنيا تعطلته وقعت طول السنة طالعينه في المذاكرة وفجأة قبلته صدمة عاطفية يعمل إيه أنا مش عارف أشوف امتحاني دلوقتي طب أنا خلاص أنا كنت فضلي درجة واحدة وحدخل كلية قمة بس المشكلة أني حبيبتي سابتني الساعة سبعة الصبح وأنا امتحاني ثمانية ففيه ناس بتمر بهذه اللحظات والله بدون أي مبالغة وفيه شباب ما شاء الله عليهم معطلين نفسهم حوالي عشر خمستاشر سنة من عمرهم وأشرفه على الأربعين ومازالك لسه متعلقين بقصة حب في ذكرة من الذكريات لسه كنت بقول إمبارح في بوست أني أنا كنت من يومين في حاجة كده قصة عاطفية مع شخص من العيار التقيل قوي أنه قاعد سبع سنين معطل حياة حب من طرف واحد لما تلاقي نفسك أنت بتجهد سنين وأيام وعمرك بدأ يجري مع بني آدم بتجري في سباق لوحدك ومنهج جدا أنت غير سعيد أنت غير مرتاح أنت بتبصت في المراية مقشر تبقى أنت هنا محتاج لعلاج نفسي حاجة كمان للعلامات ومن الأعراض أن أنت كنت بتتواصل بتلاتين شخص فجأة بقوا عشرة شوية بقوا خمسة أول ظهور الشخص ده لقيت نفسك ما بتكلمش غيره ما فيش تواصل غير معاه الدنيا كلها وهرمون السعادة مش مشتغل غير معاه فعرف كده أنك متعلق طب هل هو على نفس المسافة من الحب ده على مقاس قلبك فعلا إحنا لازم نشوف الناس وإحنا بنختار هل هم على مقاس قلبنا وهو أنت قلبك ده ليه قيمة فمن وانت طفل الكبار الأهل الأب والأم بيعملوا لأطفالنا قيمة شكوتنا كانت في عين الاعتبار ولا ماما لما كنت مثلا تقول لها أنا يا ماما أنا في مشكلة قابلتني مع صاحبي النهاردة أو الميستر قال لي كلمة زعلتني إيه الميست دربتني كنا بناخد مشكلته بعين الاهتمام والجد ولا إحنا كنا مش وقته بقى هابللي بقى نتناقش ما هو أنت شكلك أنت اللي غلطان ما تلاقيك أنت اللي عملت وسويت فأنا بكسر ثقة بحاله أنا بكسر عنده مسألة الشكوى إذن أنت مرفوض أنت منبوز فلما أكبر كده وابقى شاب جميل أو شابة جميلة فأنا رافض فكرة الرفض أنا مرفوض وأنا صغير فبالتالي بقيت مرفوض في الطبيعي فلما ألاقي حد يرفضني بمعنى أنه هو متخلي خلاص إحنا في طريق مع بعض فهيبتدي يسيبني ويمشي بحس بأنه تغير علي وهنا مؤشر درجة حرارة العواطف مش موجودة كما يجب كما توقعت ولعنة التوقع ولعنة الانتظار ولعنة العشم هي المؤدية كل العلاقات في سكة مسدودة طيب وبناء عليه حصل هذا التعلق وفي فتاة أو في شاب تعلق بشخص ولم يحصل على ما حصلتش جواز ممكن يبقى حب من طرف واحد ممكن يبقى والنصيب ربنا مش كده والنصيب ربنا مش عايزه بالضبط كده هل ده لي علاج نفسي هل ده لي خطوات علمية مدروسة مش حد حك عالي هل لي شكل أشكال على حسب درجة التعلق وفي اللقاء كنت قريب بقول أن التعلق درجات هو تعود وإدمان وعبادة أنت في أي درجة منهم أنت مجرد أن أنت تعودت فتعلقت فأخدت على وجود الشخص ده فلما بيغيب عليك كم ساعة بيغيب عليك كم يوم فأنت مدايق متضرر إذن رقم واحد في رشدة التعافي من هذا التعلق أتبصر نفسي كويس جدا في أي عظيمة ربنا بقولك أفل أتبصرون أشوف نفسي أكتشف نفسي هو أنا متضيق ليه أنا قل لي مزعلني كده هي فرقة في حياتي ليه هي ليه غيابها بدايقني هي ليه لما وصلتني منها ميسج مش وصلتني منها مكلمة ما بتكلمنيش بقالها كم يوم أنا تعبان أنا مخنوق إذن أنا هنا متضرر إذن أنا متعلق تاني حاجة هل الناس اللي بتقدس أوي فكرة العلاقات عن متن هي مهمة أنا بقولش لأ بس يعني هل دول ناس تبقى شوية ما عندهمش حاجات تانية في حياتهم يعملوها يعني أنا النهار دا لما حيتي كلها توقف عشان حاجة مرت تجربة التعلق قبل كده الحمد لله لأ ربنا ما كتبوش عليك لأن أنت أول ما ابتديتي لحلقة قلتي إيه أنا عايز أعرف الناس دي بتحس بإيه لأ مش عايزة فأنا قلت يا ربي ما كتبوش عليك لأن هو فعلا فعلا أغلب المشاكل النفسية بسببها التعلق التعلق بفكرة التعلق بوظيفة التعلق بحلم التعلق بأم التعلق بالإنجاب ممكن يبقى زوجين ما قالهم يعني 15 سنة يفسهم يجيبوا طفل التعلق بالفكرة فأنت فكر إن ده رزق طيب الإنسان اللي ربنا ما كتبوش لي أوكي ده رزق برضو ربنا مش عايزه ليك ما أنت موكي تقعد تلحي على الله تقول يا رب أنا عايز دي هيا دي يا رب أنا حموط لو أخدتهاش يا رب كعلى من نصيبي يا رب تسيب خاطبها وترجعلي تسيب جوزة وترجعلي أنا بشعب بوست على فيسبوك يا رب لو مش من نصيبي خليه من نصيق يعني طيب فأنا يا عبدي مش عايز ده أنا مش عايز لك الشر ده بس أنت مصمم ومصر وخلص استجبنا له خلص استجبت لك الدعوة متجيش تقول ليه يا رب عملت فيه كده لا إله إلا الله هيا المشكلة في صدق القلب أنت قلبك بيقول لك إيه عايز السكة دي طب ما يجي عالك يديك بقى على دماغك يقول لك تعالى أنت متألم أنت تعبان الشخص ده غلط السكة اللي أنت ماشي فيها غلط هو أنت أول ما تحس أن أنت مستهلك أول ما تحس أن ابتدى يشيب قلبك لأن هنا احنا بنحس أن احنا مسنين جدا من جوانا فتيجي تكلم شاب ليست في التلاتين أو في العشرينات أقول له ليست قدامني ليست قدامني يا أستاذة أنا حاسس أن أنا عندي ستين سبعين سنة دي أهلكتني دي استهلكتني أنا بقيتش مستحمل طب يعني هنا الفصل ما بين القلب والعقل أنت حطيت إيدك على نقطة مهمة جدا أكيد إزاي بقى الواحد يعمل الكلام سهل في الموقف اللي زي دي عظيم ربنا ما يجيب حد في موقف زي ده أبدا طبعا يا رب أغلب المنتحرين قبل ما بيفكروا في الانتحار هو كان متعلق بشيء كتير متعشم في حد كتير منتظر حاجة معينة كتير فدي كارثة العقل فين بقى؟ العقل فين ما فيش وعي أنا بقى إزاي أفصل ما بين القلب إزاي لأن أنت يعني أنا شفت أصدقاء كتا بتكلم جسد بلا روح بالزبط بتكلم شخص بالزبط هو مش معاه يعني هو لو مدمن ما بيتخطوش هيبقى أكثر وعيا بالزبط فهو لا أنت بتكلمه هو فعلا مش حاسس وفي منهم اللي بيكتائبوا اللي بيخش أطوار مش حياة فأروح يتولدوا من جديد عشان أقول لكم هم يتولدوا ويدخلوا بطن مامتهم يتولدوا من جديد عشان نعلمهم ثقافة تقبل الألم إن أنا أتقبل إن مش كل حاجة أنا بتمناها إحنا أهلين يعلمونا كده ليس كل ما يتمنىه المرء يدركه بس أنت تبقى متأكد جدا إن أنت عندك يقين إن الله قادر هي الفكرة في إن ربنا عايز دولة مش عايز أو إنها معركة ربنا أراد دولة إنت خسرت فيها فخلاص شو بقى المعارك التالي المفروض إن أي إنسان في الدنيا يكون له مستشار عاطفي صحيح ويكون له حد زو حكمة مش لازم يكون حد من أهلك مش لازم يكون حد من أصدقائك روح لحد حيادي يتكلم عن حد أنت عندك يقين إن هو هيكلمك بعين العقل بس تهي الفكرة أنا بقى هاقتنع ولا أنا منشف دماغي على فلان إن هي دي مصيري هو ده مصيري معلش يا بنت الحلال يا بنت الحلال ده بهدلك يا بنت الحلال ده أنت كان نفسك في الخاتم الفلاني وكان معاه حق الخاتم الفلاني ما جابه لكيش ده استخسر فيكي كبيت العصير أنت اللي حسبتي وأنت قاعدة في الكافي ففي علامات بصتي تغافل الإشارات الربانية وتجاهل رسائل ربنا لأنه ربنا مش بيسيب لنا كده دنيا سيد أحمد وربنا بيحط قضامنا إشارات إحنا كبني أدمين عندنا شوية عند وعندنا تعنت ومكبرة إحنا اللي بنحاول لعدي رفض إن أنا أترفت يعني ممكن يبقى عندي رفض إن أنا أترفت طب دكتور لو جال حضرتك بنت دلوقتي أو ولد وهم بيمروا بمرحلة انفصال وفي بدايتها يعملوا إيه يعني بتنصحيهم بإيه إزاي أشغل نفسي عشان أطلع برا المود الوحش قوي ده والله أنا مش هينفع أقول لها إيه يلا بينا نتعالج قبل ما نقعد نحلل الألم أنت متقلمة لأي درجة أنت متخيلة إن ربنا اللي خلق وما خلقش أحسن منه أنا أنت هتلاقي زيه وأفضل منه وكتير جدا وحتقولي بعد شوية شهور أو سنة حلوين شوية وقت حلوين هو أنا إزاي كنت كده إزاي كنت أحد سازج ما كنتش فتحة عيني ليه ما خدتش بالي من الموقف الفلاني ليه إزاي لما مامته عملت الحركة الفلانية أو أخته تصرفت تصرف فلاني وهو كان سلبي جدا أنا كنت فين في حياته أنا مش أهم الأشياء ما هي الفكرة أنا في مقدمة أشياء الشخص ده ولا في آخر القيمة أنا من ضمن أولوياته ولا لا هل هو مهتم بتاعبي بيجيلي في الشدة وفي الأزمات ووقف معايا بيسندني فعلا لما أحد من أهل بيزعلني أنا بلاقيه سبور تدلي وبياخد بخطري كده وبيقولي كلام حلو إحنا كلنا محتاجين كلمة حلوة كلنا محتاجين معاملة حلوة إحنا مش عايزين مجملات إحنا عايزين أفعال فموضوع إن هي تبقى أقولها يلا بينا النهاردة دوسي كده على الرمود عشان فيه حد كان بيقولي افتحلنا بقى يا أستاذ الشنطة بتاعتك طلعين رمود كندرول يخليني أنسى عشان قصة تبخر هي قصة مش كده هي القصة أن أنا أكتشف نفسي أولا أن أنا معذب ومتألم وأن أنا لازم أقدر نفسي إحنا محتاجين كرصات في تقدير الزيت أن أنت قيمة أحب نفسك شوية ده ربنا نفسه كرمك أنت زي تتقبل الإهانة من مخلوق زيك بشري ماشي على الأرض ده ربنا عز وجل عززك مشاعرك دي أمانة أنت لما جيت الدنيا الدنيا كانت كلها مش مصدقة أن أنت وصلت فأنت إزاي يختك إنسان من حياتك من يومك من أحلامك من ثباتك الإنفعالي ومن هدوءك النفسي والعصبي يشتغل على خريطة هذا التدمير أتقبل تدمير إزاي طيب مرحلة العشرينات أو المراقة مرحلة مليئة بالطاقة والحيوية والإندفاع والتهور وفي نفس الوقت الاندفاع والتهور والدخول في مراهنات عاطفية خاطئة يعني هي مرتبطة بالحاجة ممكن الشخص يكون فيها منتج جدا إحنا بنشوف مش في أمريكا في مصر ناس عملوا شركات وبقوا مليونيرات وهم في السنة وشباب إن شاء الله قبل ما يوصل للثلاثين لأنه هو ركز لأنه هو حط قدام عين وهدف وفي ناس بتحتكر أو بتخش في علاقات سواء ولد أو بنت شاب أو فتاة بيخشوا في علاقات خاطئة تنصح بإيه أبناء هذه الفترة لأنه أعتقد أن الحوار ده منصب أكتر على الفئة العمرية لو قلت لحضرتك لو جبنا بقى بداية المد الخام لتنشيف الدماغ عند الرجل أو الشاب اسأله عن علاقة ببابا عاملة إزاي هتقول لي ليه هقولك لأن الأب هو المسؤول الأول للتشكيل الوجداني لبناته وأبنائه الأب لو خلى ابن من هو صغير بيعمله معاملة أن أنت راجل إذن هو طالع هو كبير عارف أن أنا راجل وأنا كلمتي مسئولية وعهد فأنا هخلي بالي من نفسي لإني أستحق أن أنا أكون كويس فمش هسمح أن أنا أدخل علاقة حدي هين كرمت فيها البنت لو باباها الحب الأول اللي في حياتها كان سليم كانت بتدعم بالكلام الحلو عشان كده بقول قبل أولادك بيروح يناموا له بكلمة حلوة أما تحس أن هم متأثرين وشكلهم مش طبيعي وهم في صداقتهم حتى بأصحابهم في نوع من عندهم التدني والشعور بالدونية والشعور أن هم منتقسين نفسيا لأ أنت حاجة كويسة ما تسمحش لحد يقولك كذا ولازم يبقى عندك ثقافة لأ ما تسمحش أن حدي هينك حدي وجعك تجين في حياتنا كلنا صديق روح أو صديقة روح حد نلجأ له في المواقف الصعبة فكرة أنه أنت صغير بنشرب بجد كده أوصول عزة النفس وأصول أن أحافظ على كرامتي ده مش معناها خالص أن أنا بعقد الدنيا ده أنا لما بعمل نفسي إيمة هعملك إيمة لما بعمل نفسي كرامة أنا بعمل لك كرامة لما بحترم هذه النفس اللي خلقها ربنا وهي هدية إذن كل الناس هتحافظ على الهدية دي فالأب ثم الأب ثم الأب مصادقة أولادنا من مهم صغر هيطلحهم فعلا ناس عندهم وعي القلب مش شغلتوا للوقت العقل هو اللي بيقول كلمته لا يا حل هو طبعا موضوع الكلام فيه سهل تشعب جدا لا والكلام فيه سهل والله التطبيق على الأرض الواقع فعلا بيبقى صعبا جدا التطبيق على أرض الواقع طب أقول له حضرتك أنا بقابل شباب ما شاء الله وبناس منتهى العقل طب أنت شايفة أني أنا دلوقتي الموضوع ده لا يخذ على العقل هنا خلاص القلب هو اللي تحكم فيه والله في ناس مستسلمة وفي حد مجرد موقف ما بيحصل مثلا من حبيبته انتهى الأمر أنا آسف مش عادر أكمل أنا تواجعت مرة واثنين اتهنت مرة واثنين ما هو ده بقى بيبقى رد فعل سلبي بعد ما عند كتير كان نشوف دماغ كتير ففي حاجات ربنا أظهرها لي أوكي الإشارات حلوة قوي بينا شكرا يا هودا أنك فتحتي للدوليا في حد تاني مش قادر فيجي لي بعدش واني والله العظيم ما قادر أتعافى أنا مش قادر أنا حموت هيا يا أم هيا إذن هي المشكلة فعلا في العواطف الزيادة وإن أنا ما شفتش الدعم الحلو من البيت مش باعتش عاطفة من وانا صغير صحيح على أي حال التعلق المرضي زي ما قالت الأستاذة هودا هو نوع من أنواع الاستسلام هنا القلب بيشتغل بدون أي عقل لو حب الإنسان هو يخرج من هذه الحالة اللي بتوصف بالإدمان هاخد وقت وحيتوجع لكن بالتأكيد حيتعلم درسة مهمة جدا 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 وده اللي بننصح به كل الشباب المقبلين في بداية حياتهم في علاقتهم العاطفات كلمت عن الموضوع ده تعلق المرضي في العلاقات العاطفية بالتحديد الأستاذة هودا سالم السشاري الأسري والإرشاد الزوجي اللي نورتنا النهاردة في سبيل سبع عرصة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا يعني تقدير الزيت هي كلمة السر اشتركوا في القناة